أمام الج분 تلك الولد حيث أن Creative تلك الولد حيث أنني أمام الأفل لكي كنناgg design حتى أنني تلا Invك لك نق kart بقيت ليه مرحب علشان مفيش اي اي دليل على وجود ربنا اي دليل علمي مفيش اي ازاي مفيش دليل على وجود ربنا انت بتكلم ازاي يعني مفيش دليل على وجود ربنا مين اللي وجدك انت انت تكون موجود هنا كإنسان أو كبني آدم انت عارف انت اتخلقت ازاي ماشي في فرضيات ماشي هقول لي حضرتك في فرضيات كتير بتفسر وجودنا هنا على الكوكب ده في فرضيات كتير بتفسر ما ترد انت بقيت بني ادم ازاي؟ انت موجود ازاي في الكون ده؟ تمام طيب هقول له حضرتك فيه فرضيات بتحاول تفسر وجودنا تمام منها فرضية ان ربنا خلقنا خلاص؟ فيه فرضيات بقى تانية عليها اقدر لها اكتر كتير زي مثلا نشأة الكون اللي هو البيك بانك تمام اللي هو انفجار العظيم كلم اللي بيشاهدون لنا ناس انت بتكلم في مصر والمواطنين بيسمعونا كلمنا بالعربي ملاش المصطلحات ملاش لازمة هو المصطلحات بس سببها ان العلم ده كله تعمل بالانجليزي انا عمل انت بتكلمني عليه انت عندك حالة من الارتباك حالة من عدم الثقة بتتكلم ان انت بتنكر الالغة بتنكر ربنا بتنكر الدين بتنكر كل السوابت طب انت ايه؟ سؤال صغير ليه دي حاجة وحشة؟ لا طبعا حاجة وحشة انا بص اونك حاجة انت جايب تتكلم في فكرك انت ما عندكش فكر انت عندك الهاد عندك كفر ما ينفعش ان انا نخلي ده انا انا بقى ااسف جدا ومتاسف لمشاهديني ان يكون معايا شاب دو مصري بهذه الصفات انا ااسف فعلا يكون معايا محمد انا مش هقدر اكمل معاك ولا تبقى موجود معانا في الحلقة للاسف لان فكرك لا يتناسب ما ينفعش ان احنا نروب لافكار لافكار اصلا هدامة انت مقلتش ولا كلمة من اول ما عندنا مقنعة اه شوف حبيب هي انت محتاج تتعالج نفسيا لما رض نفسي بينتاب كثير من الشباب لذي جاله ظروف معينة في اثارهم اه ظروف مادية ظروف معنوية طب انت محمد فعلا زي ما بقولك انت فعلا روحك لدكتور نفسي انا بنصحك على الهوى ان حضرتك تطلع من هنا دلوقتي على مستشفى الامراض العقلية تتشفى عن نفسك انت ما ينفعش تكون موجود للاسف مش هقدر اكمل معك ولا تبقى موجود معانا في الحلقة انا بس اذنك ان انت تفضل تقوم وانا اكمل حلقتي مع الدكتور محمود لان للاسف افكارك هدامة وضيع الشباب المصري وللاسف انت مثال سيء جدا للشباب المصري هنطلع لفاصل يا جماعة وهنضفنا يا غادرنا واتكمل مع الدكتور محمود وانا ااسف مرة تانية المشاهديني لا انا ااسف جدا ومرة تانية ان يكون معايا مثل هذا الشخص انا ااسف وبتأسف تاني الجمهوري ان انا انا جايب شاب مصري جايب يتكلم في افكار للاسف ما عندوش اي حاجة مقنعة وما عندوش اي حاجة ممكن يقدمها وده مثال سيء للشباب المصري وهم مش كتير للاسف يا محمد انت ما ينفعش تكون موجود ونصحتي انها تطلع لمستشفى الامراض العقلية